بناءً على حضرتك بتقوله وهو ملوش أي قاعدة شعبية حتى مهما امتلك من أموال أو مشروع سياسي ما عندوش وما عندوش مشروع سياسي الظاتف طب يعمل كده في السودان ليه؟ ده كلام مهم جدا مدعو من مين عشان يعمل ده كلام مهم جدا وعايز يوصل لإيه؟ وعايز يوصل رئيس السودان لرئيس السودان رئيس السوداني فان السيناريوهات إيه؟ السيناريوهات المعدة لحمدتي هقول لحضرتك أولا فكرة استخدام السلاح هي في الأساس الحركات المسلحة على المستوى الدولي أو المستوى العالمي هي حركات وظيفية في أغلب الأحيان لأن الحركات التحررية هي الحركات التي تتجمع لها قاعدة شعبية هناك حركات تحررية هذه الحركات التحررية تحظى بحاضنة شعبية الحركات المسلحة من يدفع أكثر أو ينفصل بجزء من الأرض بهدف يعني يحقق غرض سياسي بإنفصال إقليم من دولة ما من هذا المنطلق عايز أوضح نقطة للسادة المشاهدين مهمة جدا أن حمدتي لا يملك السلطة للإنفصال منفردا بإقليم درفور فمن هنا فكرة الإنفصال بإقليم درفور لا يستطيعها حمدتي لأن المقاومة موجودة الحركات التسلح والفور موجودين والمساليات موجودين والقبال الأفريقية موجودة كل دول هيعرضوا وهم أقوى منه بالمناسبة لولا الجيش السوداني هو اللي دعمه فكبرة الفكرة بعلاقاته الإقليمية أنه يمكن له الانقضاض على حكم السوداني من خلال مين؟ من خلال مجموعة من المدنيين اللي هم رجال الثورة المدنيين اللي هم فهموا حمدتي أنه قوة مناظرة للجيش الوطني فكرة الجيش الوطني السوداني هو استدعى البرهان استدعى فكرة أنه سيسلم يعني البعض عفوا البعض من المدنيين يدعم حمدتي يا فنم حمدتي نكاية في الجيش السوداني وظلم وظلم للشعب السوداني وظلم وغبن للجيش الوطني السوداني اللي خاط كل المعارك من أجل شعب السودان الغرض من هذا إيه هو حقدهم على فكرة والنهم لفكرة تولي السلطة فبيدعموا حمدتي اللي اتنين بيلعبوا على بعض أنها فكرة مرحلية وحيعيدوا تاني المدنيين بعد ما يستولوا على السلطة أنهم يطلبوا بأنه يقدم إلى محاكم جرائم الحرب الأهنية بالضبط هي خطوة وهو واخدهم خطوة فأصبح العدو للطرفين هي القوة الصلبة للجيش الوطني السوداني السؤالي لحضرتك سيد العميد محمود السيناريوهات اللي جاية إيه لأنه فيه دول أولا هو بيمتلك أكتر من مئة ألف مقاتل هو عارف حرب الشوارع وحرب ده أكتر من الجيوش النظامية ولا ده هي سروة مالية كبيرة بالضبط كده ومدعوم من دول من الأفليم الدول دي غراضها إيه؟ الدول دي يا فندم بتقدم نفسها في نقطة خطيرة جدا لازم ساتك نشير إليها هذه الدول تقدم نفسها أنها تحارب طيار الإسلام السياسي وأن وجود حمدتي في هذه المنطقة هو أحد أدوات منع المد الإسلام السياسي من جنوب الصحراء إلى شمال الصحراء في منطقة تونس ومنطقة ليبيا على سبيل المثال صحر فجأة ليه كده؟ حلو هذا الكلام مرضود عليه مرضود عليه إزاي حضرتك؟ أن هذه الميليشيات في نهاية الأمر هي تنفذ أجندات لمن يدفع الأموال استولى حمدتي على جبل عامر واستولى على جبل كله دهب واستولى على مجموعة من الجبال أربع مناجم كبيرة جدا أصبح حمدتي النهاردة ينتج تقريبا حوالي 20% من مجمل لسروة الدهب في القرى الإفريقية